وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الوزراء وجميع المسؤولين المعنيين بالرد على ما يثار على منصات وسائل التواصل الاجتماعية وشرح الأمور للمواطنين مؤكدا أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة منعا لترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار مشددا على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق وضحض الشائعات جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي ناقش عدد من الموضوعات والملفات المهمة خلال الاجتماع تناول رئيس الوزراء مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجامع بريكس وبيكس بلاس مشددا على ضرورة وضع النتائج الاقتصادية للقمة نصب أعين الحكومة والسعي لتعزيز التعاون مع دول التجامع وتكثيف تبادل الخبرات في مختلف المجالات هذا فضلا عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة كما أشار مدولي إلى مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في النسقة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالسعودية مؤكدا أنه لاقى تقديرا واسعا لجهود مصر في تهديئة الأوضاع بالمنطقة وأن هناك إدراكا للتحديات التي تواجه الدولة اقتصاديا بسبب الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة اشتركوا في القناة